اشتركوا في القناة ولكم ولكم منا كل الشكر والتقدير ويلا بينا نبدأ قصتنا يلا يا حبيبي يا احلى جمهور قصة من حياتي باتمنى منكم تشتركوا في قناتي التانية حكايات هنا هسيب لكم اللينك في اول تعليق مسبت اتمنى منكم تدعموني قناتنا يارب بتنال اعجابكم نعم يا اخويا ايه بنتي مش احنا مسكين القضية احنا الاتنين سوا يعني ايه يعني يعني تبقى انت حبيبها وتتطمن لك ومعرفش ايه بص انا عملت كل حاجة غلط في حياتي اللي انها ركب قرون ما عملتهاش الصراحة بنتي في ايه ده شغل وبعد المحاسساني يعني انها تتحرش بيا مثلا يعني وانت فاكر انها لما ترتحلك مش هتطلب معاها قلة ادب لا خالص احمد دي تجرة مخدرات وماله مش انسانة يعني وبالنسبة للمخدرات اكلهاشها يا سيتي انت شكلك هتحبها من دلوقتي بقى اصلا انت مشوفش الصورها انا مستخسرها بصراحة في السيجن نعم يا حبيبي ها مريم احنا في الشغل تمام ماشي ممكن تقول لي الخطة ايه اقعدي اقعدي عدت بص يا سيتي انا هرمي نفسه قدام عربيتها يكش تموت ونخلص منك بتقولي حاجة لا كمل المهم هي اكيد في قلبها رحمة ومش هسيبني كده لا يا حبي كلبه وراح مش مشكلة مريم مريم كمل خلاص المهم هتاخدني ايوه هتاخدك فين بقى انا مستني اسمعها من ساعتها عندها اه وبعدين يعني اليوم ده حاول امثل كويس ان فعلا العربية والخبطة مأسرة فيها جدا وبعدين بقى البقى عليها وبقولك هيحصل ايه المرة الجاية هي لسه فيها مرات تانية ومالها تصق فيها يعني من مرة واحدة يعني عندك حق صح وانا هعمل ايه بقى لما تقع في الفخ اتمنى تعرف تمسيك مسدر واقتلأ نعم احصر المكان واقبض عليها هي واللي شغال معاها مش محتاجة زكاء يعني بالظبط وانت هتروح بعيونك الخضرة دي ومال يعني اسبها في البيت خلصانة هتحبك مش حوار بجد ومال ما حبتنش انت ليه طيب مش قولنا النزمي لك وانحنا في الشغل انت من اصلا من اللي قدامي ده ده واحد معرفوش ده حكت وخرقت ورحت مكتبي يعني هتخبطوا بالعربية ويروح معاها البيت واكيد هيسجل لها وتصق فيه وحس ان اريال سيكا كده اه والله الساعة جت ستة وانا قاعدة اقرأ في اوراق القضية يعني كل الناس دي مش عارفة تقبض عليها وانا واحمد هنعرف قولوا والله دفاها ترقية بقى وقتي هتفضلي قاعدة هنروح اه وعرضت فكرتها على الباشا ووافق تمام يلا بينا مشت معاه واركبنا العربية وروحنا ودخل للقضة وقفل الباب هو يعمل ايه معلش ودخلت وغيرت هدومي وطلعت اقعدت على الكنبة بعدها هطلع هو لابس كاجول الله هو اكبر عليك والله انت هتروح لها كده ايوة انت رايح فين اه ايا مريا ما انا قلتلك انت رايح كده لأ وبرفان انا جاي معاك اللي هو ازاي بقى يعني هقف بعيد ونتفق نتقابل في مكان بعد ما تخلص احمد ما تستفزنيش وبعدان انا مسكة معاك القضية ومن حق اعرف كل حاجة هتحصل وافتكر ان فعلا لو فشل هعط في الباب يعني دي فرصتي تمام خشي لبسي دحكت بهبل ودخلت بسرعة ولبست وخرقت انت لابسة ايه في ايه يا ابني مريم انت لابسة عامة وجلبية ايوة متنكرة ده ايه بقى احلى صعيضة بقى ولا ايه احمد انت بتقرب لايه انت ناس اللي حصل لك انت مستمعني بقى ايه ده الساعة تمانية هنتأخر وهنترفق اوف طيب يلا طلعنا وهو فضل يضحك على منظري ايه يا جماعة مش لازم اتنقر علشان محدش يعرفني وصلنا جنب بيتها بمسافة وقفنا ورا شجرة انت هتفضل وقفة هنا تمام طب لو فعلا خبطتك بجد ايه في ايه خايف عليها ولا ايه لا طبعا هبقى ارمالة يا احمد مش هرد عليك خد ده ايه ده جهاز تصنط يا حبيبي ماريا انت بتغير بجد خد ونقطني بسكاتك هتنقطني خرجت من بيتها واحنا عارفين موعدها من الاوراق اللي معانا يا جماعة كلنا عارفين موعدها بس عمري ما هروح اقول عارفين ومش عارفين نمسكها حقيقة وفخورة بها انا طلع دلوقتي لا اله الا الله محمد رسول الله وفجأة زقاته في ايه يا جماعة يعني العربية تفوت علينا ما تحسسونيش اني مفيش في قلبي رحمة والله هزع بس الحمد والله ساعة ما زقاته كان فيه مطلع كده فكانت سرعة العربية قليلة وفضلت وقفة بقى ورا الشجرة وهي نزلت من العربية انت كويس اه اه رجلي لو مش بتعرفت سوقي بتركاب عربيات لا انا اسفة والله معلاش حياتي اكيلة بقت اجمل بكتير انا حسيت فعلا بالتغيير ايه ده اصل بتقولي معلاش معلاش يعني ايه هترجع رجلي تاني مانا قلت اسفة احنا نروح الاسم وكل واحد ياخد حقه بقى ها ام عاية ثواني يا جماعة هو انا زبط الاريل ولا ايه لا 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 اصلا زعل والله مش زبطها هو ساند عليها صح اه اه يا جدع مبسوطة منك وركبت عربيته ومش يوم على نحية بيتها اصوت اصوت وافضحه يعني ولا اعمل ايه وعدت على الاستراحة واتحكت انا بتخاني يا جماعة مش هزار فتحت جهاز التصنط من تليفوني وبدأت اسمع قعد هنا طيب سواني بس هجيب لك حاجة تربط بها رجلك ماشي جت وهي معها علبة الاسعافات الاولية وربطت رجله اللي هاقصرها له بعد ما يجي ده بقيت كويس اه احسن الحمد لله معليش انا اسفة ما كانش قصدي عارف ولا يهمك اسمك ايه بقى احمد وانا سماح يبقى سماح بقى ههه سماح انا ماشي بقى هتعرف تمشي اه بقيت تمام طيب سواني هوصلك وصلي يا حبيبتي عقبال ما وصلك المقابر جت العربية ومشت من قدامي والله يا جماعة هين علي فقرها بس هنا تمام اتشرفت بك هوا ممكن رقمك رقمي انا اسف انا بقول يعني نبقى صحاب وانا بقول على اني ما عندش صحاب طيب ايه رأيك نبقى يا صحاب طبعا يا احمد هالتليفونة خدت تليفونه وسجلت رقمها وانا انا مني لله علشان وفقته والله اتطلق طب واللعمل ايه طيب روحت على البيت بعد ما تأكدت انها مشت انت يا استاذ انت فان انا هنا هو بتقرطسني يا احمد اسمه شغل بس يا جدع يا بنت انت واحدة مش بيطقيني صح صح ولا عمرك هتحبيني صح صح اه يعني هي بقى يفرق معك في ايه وانا هحبها ده قضية وهي دي الطريقة الوحيدة والطريقة الوحيدة للتسبيل صح الله عرفت منين ان كنت بسبل حسيت طب العمرك حساس يا طيب امين انت يا جميل اتلم بقى ها هتتلم هتلم تليفونه رن انا هكلم سماح لها تقولي اتلم ولا حاجة وبعدين يعني اعود هنا وافتح الاسبيقة وما اسمعش صوتها انت عنفة اولا كده افتح المكالمة يا احمد وفتح المكالمة احمد هو انت قلتلي انت شغال ايه وكده خلصت حلقتنا النهاردة انتظرونا في الحلقة جاية احداث مصيرة جدا وما تنسوش تدعمونا باللايك اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلوا لكل اجزاء القصة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة